وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية حيث حققت الوزارة نجاحات كبيرة خلال أسبوع في مجال الأمن العام ومكافحة المخدرات جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسبرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 387 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 205 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبورسعيد، والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي، الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 52 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطع السلاح ناري أبرزها جرينوف 89 بندقية ألية و16 بندقية و47 مسدسا و630 فرد محل الصنعة وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة إضافة لألف وثلاثمائة واسنتين قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459 ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين حكما قضائيا من بينهم 1609 حكم جنايا 165 ألفا وسلاثمائة واثنان حكم حفصة وماتان وستة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون حكم غرامة وستة وستون ألفا وسلاثمائة واربعة وتسعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تشكيل عصابي ضم أربعة متهمين قاموا بارتكاب حادثي سرق متنوع وتم كشف غموض أربعة واربعين حادث ما بين حريق عمد وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي واحد وخمسين متهمن وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف ومائة وخمس وعشرين قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها قرابة ماء وعشر كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من سلاسمائة وأربعة وسبعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من سبعة وسمانين كيلو جرام وقرابة سبعة كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من سبعة ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد ستة عشر ألفا وستمائة وسبعة وسبعين قرص مؤثر وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وستين قرصة رامدول مخدر ومائتين وثلاسة وسبعين قرصة كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي أربعة وعشرين مليون جنيها كما تم ضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة سمانية عشر مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر